تعالوا بقى هنا نتناقش في حاجة مهمة جدا بعد مباراة الاهل وزد كل خبراء التحكيم في مصر قالوا زد ليه ضرب الجزاء وطبعا لما سمعنا خبراء التحكيم في أوروبا حتى على المستوى العربي كابتن جمالي الشريف قالك الاهل يقول ليه فاول كورا مش ضرب الجزاء بعد مباراة سموحة والزمالك كل خبراء التحكيم أجمعوا على أن سموحة لم يتعرض للظلم وكأن الأراءة كلها رايحة في اتجاه واحد إيه الأسباب أنا مش مدرك ومش فاهم عايزين يقولوا إيه بس أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا ومش بتكلم على الكل أنا بتكلم على الناصر معينة والأيام هتكشف ده لحضراتكم ومش بعيد أنا قريب جدا أقول لكم مين بس أكاد أجزم وأكد لحضراتكم أن في خبراء التحكيم بيطلعوا بيتكلموا على الشاشة والله العظيم بيتفرجوا على المتشاط أنا بحلب بوالله في حكام خبراء تحكيم بيطلعوا يحللوا حالات على الهوى من غير ما يتفرجوا على المباراة ده واحد الحاجة الثانية في حكام سابقين أو خبراء تحكيم بيطلعوا يحللوا حالات تحكيمية وهم أساسا مش محاضرين الملف ده شايك قوي والنهاردة الناس تقول انت بتضرب قنبلة في الواسط الرياضي أنا عارف بقول إيه في خبراء وحكام سابقين بيطلعوا يحللوا حالات تحكيمية وهم مش محاضرين ما تدوش محاضرة واحدة للحكام لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى الدولي كده كده البلاتفورم بتاع الفيفا للمحاضرين معروفين مين سواء على مستوى الفيفا أو على مستوى الكاف ولكن أنا بأكد لكم فيه ناس بتطلع تحلل تحكيم في الدول المصري مش خبراء ومش محاضرين عشان كده بتلاقي فيه اختلاف في المعايير فيه اختلاف في القرارات فده واحد فيه ناس ما بتتفرجش وأسماء على فكرة ممكن تكون مفاجأة لحضراتكم بيجي على الهواء فجأة وريني الحالة يقولها على الهواء درس أبعاد المباراة شافي الحالات في المباراة عمل مقارنة بين المباراة والتانية حدش بيذكر طبعا لكم على مفاجأة تعالوا أنا استعرق كده لعبة للكابتن طريق مجدي اللي قدر مباراة سموحة والزمالك والاسبوع اللي قبلها كان بيدير مباراة ما بين طراء الجيش والمصري تعالوا نشوف ايه ده هنا ايه واده هنا ايه لأنه أكيد لو شفتوا الاختلاف في القرارات هتستغربوا هو المعايير اولي اعتباراتي بتتقال ايه في مباراة الجيش والمصري قدامكم السورة هي على الشاشة في الجيش والمصري كابتن طريق مجدي في اللعبة دي قد قرط أحمر على فكرة طريق مجدي حاكم من الأسبوع الأول والأسبوع الثاني في الملعب في الجيش والمصري قد على دي قرط أحمر تبقى تلعبة سموحة والزمالك اهي دي الدفاع انذار حدش يطر يقول لي اعتبارات اصل جامل مسافة قريبة اصل رجله كتمتنية كابتن عصر عبد الفتاح قال لك أصل جلو كتمتنية كده كده فهو كمل عليها يعني يكسرها له يعني عشان ياخد قرط أحمر ما هو بيعرضوا للخطر بلاش التلاعب في الاعتبارات يا كاباتن يا كاباتن الاعتبارات واضحة جدا في القانون بلاش التلاعب فيها لو انت مزاكر بقى وتتفرج على المباراة انا قلت والله العظيم اسماء حكام كبار جدا هتتفاجئوا لو قلتهم مين ما بيتفرجوش على المطشاق ومعندهمش أصلا رؤية لفكرة الاسبوع الاول حصل في ايه والاسبوع التاني حصل في ايه احنا النهاردة بنعرض لكه طارق مجدي في لعبتين قراروا كان مختلف ادى في الجيش والمصر كارتة احمر وفي سموحة والزمالك ادى انذار ده على أساس ايه انا مش عارف يبقى بالتالي ده نقطة مهمة جدا بنتكلم عليها بالنسبة لخبراء التحكيم طب أقول لكم على مفاجأة تالتة لعبة الهدف التاني للزمالك في مر مصبوح اللي الكل قال عليها تسلل او مش تسلل انتو عارفين ان حكام الفار الكابتن عمر الشناو في اللعبة دي مرسمش الخطوط اصلا حد يقول لك اصل الخطوط كانت بايزة اصل التقنية كانت فيها مشكلة انا بتحدى اي حد في اتحاد الكورة ومش هقول تسريب ان اللعبة دي حكام الفار مرسموش الخطوط ايه رأيكم ومحدش يقول لي اصلت رسمت واتبعتت المخرج والمخرج ما طلحاش المخرج ما جاتلوش خطوط انا عارف بقول ايه كويس قوي فرسالة الخبراء التحكيم ما تطلعش على شاشة وتتكلم الا ما تبقى مذاكر وسائل كويس قوي وعارف اللي بيحصل في اللعبة دي هل حد هيحاسب عمر الشناوي ازاي ما رسمش الخطوط حدش هيحاسب حد محدش هيحاسب حد ولكن تم تشكيل لجمه حكام جديدة برئاسة الكابتن ياسر عبد الرقوف نتمنى له التوفيق مع الكابتن تامر دوري ويمكن الميزة في اللجنة دي عن اللجنة اللي فاتت ان اللجنة دي فيها اتنين محاضرين انا بركز دائما في العلم العلم والمعارفة مهمة جدا كابتن ياسر محاضر كابتن تامر دوري محاضر فيفا على فكرة يمكن هو وعصام عبد الفتاح اتنين من مصر بس المحاضرين فيفا في البلاد فورم الأخيرة اللي فيفا كان كشف النقاب عنها فعندك اتنين محاضرين اللجنة اللي فاتت ما كانش فيها ولا واحد محاضر لا محمد فاروق محاضر ولا ابراهيم نور الدين محاضر وحتى كابتن سيد مراد جيف في الأيام الأخيرة وما كملش خمس أيام ولكن اللجنة دي فيها اتنين محاضرين انا عارف ان هم هشتغلوا في المعسكر اللي جاي في فتر التوقف الدولي الدوري يعني بسبب لجندة الدولية محاضرات ومعسكرات وتأهين نفسي للعديد من الحكام نتمنى لهم التوفيق مهمة صعبة جدا مقبلة لللجنة الحالية نتمنى لهم انهم يشتغلوا بشكل مختلف تماما عن الفترة السابقة اميس حاجة عجبتني في الكابتن ياسر لما صرح وقال انا مش هتكلم في اي وسيلة اعلامية عشان جايين نشتغل مش نتكلم وده حاجة انا بيحييه عليها هو وكل عضاء اللجنة لان كان اكبر ازمة بنعاني منها في اللجنة السابقة كانوا بيتكلموا كتير وبيشتغلوش شو واللقطة والظهور الاعلامي ولكن شغل على الارض الواقع مفيش بدليل ان اول اسبوعين كوارث تحكمية كوارث تحكمية لما تلاقي ست سبع مباريات نتائجهم بسبب الاخطاء التحكمية تقارب انها كنا راحين في الكرسة بسبب اللجنة السابقة فنتمنى التوفيق لللجنة الحالية وهنتابع ونشوف الشغل الفترة يجاي بعد التوقف هنرجع على مباراة الاتحاد السكندري هنبص على التعينات هنشوف الحالات الفنية نتمنى لهم التوفيق عندنا ثقة كبيرة جدا في ادائهم في خبراتهم انهم ما يقدروا يلحقوا المنظومة دي قبل ما كانتها تغرق لو كانت اللجنة السابقة مكملة معنا شوية في الفترة اللي جاي ده اللي كنت عايز اقوله بالنسبة لخبراء التحكيم لان بصراحة كنت بطلع نشوف حاجات غريبة جدا ناس ما بتتفرجش ناس بتقولها اعتبارات غريبة فللأسف ناس بتطلع تتكلم وهم مش محضرين